بنصطدم كلنا بجزئية أنه بيجي صاحب المكتب أو المكان اللي حضرتك بتشتغل فيه ويقولك أنه عندنا واحد مقبوض عليه وقح له إلى النيابة ومطلوب حضرتك تحضر معاه التحقيق وتطلب إخلاء سبيله أعتقد كلكم بتتعرضوا لهذا الأمر ولا فيه حد ما بروحش النيابة كلنا بنروح وبنجد هذا الأمر فيجي يقول أنه ده النيابة إدت له حبس احتياطي هو أي موضوع الحبس الاحتياطي إحنا بنعتبره هل الشخص الذي حبس احتياطياً هو متهم ولا هو مجرم ولا هو بريء الحقيقة في الأصل أنه كل شخص عرض على النيابة في قضية ما أو في اتهام ما في الحالة دي جاهة التحقيق من حقها أن تحتفظ بهذا الرجل وتسلب جزءاً من حريته لعدة أيام حتى تنتهي إجراءة التحقيق فالبعض يسأل طب هل الموضوع يستدعي؟ نقول له ما هو إحنا بنقول إذا كانت مخالفات أو بعض الجنح التي لها غرامات فليس هناك حبس احتياطي أما إذا كانت من الجنح أو الجنيات المعاقب عليها بحد أدنى ثلاث شهور حبس يبقى أنا قدام سلطة للنيابة أنها تستطيع أن تحجز هذا الشخص لكي تستوفي إجراءات التحقيق طيب سلب الحرية ده جاي منين؟ ومين اللي ادى الحق للنيابة؟ هنرجع تاني ونفتكر لما كنا طلبة وكان يجي يقول لي هو القانون جاي منين؟ أبدأ أقول له والله فيه على قمة الهرم الدستور وهذا الدستور الذي قسم السلطات إلى سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية